تأثى من صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من تلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أنه كانت هناك محاولات لتدمير البلاد ولكن تم إحباطها وأضاف رئيس السيسي في كلماته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعية أن ما تحقق الآن تم بفضل الشعب المصري الذي تصدى لمحاولات تخريب البلاد كما أكد الرئيس السيسي أن نجاح مشروع الإصلاح الاقتصادي تم بسواعد المصريين أشر الرئيس السيسي إلى أن هذا النجاح تحقق بمساعدة كل بيت في مصر وأن الأسرة المصرية تحملت معاناة إنجاح هذا المشروع أعربت مصر عن خالص التعازي والموسال الروسيا للتحادية الصديقة وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية بي اي مائتين والتي تحطمت في تركيا أثناء المهمة الإنسانية التي كانت تقوم بها هناك أكدت مصر تضامنها في هذا المصاب الأليم مع روسيا وتقدمت ببالغ التعازي لذو الضحايا وفي بيان عن وزارة الخارجية أعربت مصر أيضا عن خالص التعازي والموساة لجمهورية هايت الصديقة وذو الضحايا الأبرياء جراء زلزال المدمر الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحة والمفقودين متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين كما أكدت مصر حكومة وشعبا على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب هايت الصديقة في هذا المصاب الأليم أكد رئيس السوري بشار الأسد أن الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن أما الآن فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل وخلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة شدد الأسد على أن الأمن كان ضروريا للبدء في الإنتاج والاستمرارية أضاف الرئيس السوري أن المهام كثيرة والمسؤوليات كبيرة والنجاح يكون من خلال القدرة على رؤية الواقع بتفاصيله الكثيرة وتشعباته المعقدة تطرق الأسد خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة إلى ضرورة منح المجالس المحلية الصلاحيات لاتخاذ القرارات من أجل تسهيل العمل لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم في انفجار خزان وقود ببلدة تليل بعكار شمال لبنان قال الصليب الأحمر أن 79 شخصا أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى محلية هذا وطلب الرئيس اللبناني ميشيل عون استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق والعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الإسعافات لهم كما وجه رئيس اللبناني القضاء المختص بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث كما أعرب عن حزنه الشديد على الضحايا مؤكدا أن هذه المأساة أدمت قلوب اللبنانيين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 233.881 متعافيا أشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 99 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس مشيرا إلى وفاة 6 حالات جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 31.142 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20.350.142 إصابة أضافت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 926 وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 568.788 وفاة ختم الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر